بعد عقد القمة التي أخذت مساحة من التحليلات والتوقعات والتنبؤات على مدار الأيام السابقة خرج الزعيمان بمؤتمر صحفي كيف تعنون هذه القمة أو نتائج هذه القمة من وجهة النظر الروسية مساء الخير واقع انعقاد القمة بحد ذاته مهم جدا لسيما أنها تناولت كافة الملفات الشائكة في علاقات البلدين وكونها سطرت بداية جديدة لإزالة العوائق التي تشوب العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن وأستطيع أن أقول وفي هذا يجمع أغلبية المراقبين السياسيين في موسكو على أن نتائج الكمة متواضعة من حيث الاتفاق بين الجانبين فليس هناك أفق واضحة لاتفاقات بعيدة المدى في معالجة الخلاف إذ أن الخلافات القائمة بينهما إذ أن كافة الموضوعات التي ترحت على بساطة البحث سواء فيما يتعلق بالأسلحة النووية أو منظومة الدفاع الصاروخي أو الأسلحة المتوسطة والقريبة المدى وغيرها وسوريا وكذلك العلاقة مع إيران والوجود الإيراني كل هذه المشاكل شائكة وكل منها يتطلب تشكيل مجموعة خاصة روسية أمريكية لمناقشتها وبلورة الحلول أو بلورة السبل الكفيلة بإيجاد معالجات لهذه المشاكل إذن حقيقة انعقاد القمة مهم ولكن نتائجها متواضعة رغم أنها تشكل خطوة هامة على طريق التطبيع العلاقات الثنائية ترجمة نانسي قنقر